الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ركيزة أساسية للتنمية من شأنه أن يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وهو ما شدد عليها المشاركون في المنتدى الاقتصادي الجزائري الأمريكي يعتبر الاقتصاد الأخضر اقتصاد المستقبل وأحد السبل لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية فهو يتجسد من خلال النماذج الجديدة للتنمية الاقتصادية سريعة النمو التي تسمى بالاستثمارات الخضراء التي ستخلق مناصب شغل في مجالات متعددة المنتدى الاقتصادي الثنائي يهدف إلى الدفع بالمستثمرين نحو الاقتصاد الأخضر لخلق مزيد من الثروة وحماية البيئة خاصة في ظل التغيرات المناخية أولويتي كسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر هي إزالة الغموض حول سوق الاقتصاد الأخضر للمتعاملين الأمريكيين وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين خاصة بعد تسريح الرئيس تبون عن أن سنة 2022 هي سنة التجديد الاقتصادي أعلم أن الحلول الأمريكية يمكنها المساعدة في تحقيق أهداف الاقتصاد النامي للجزائر المنتدى الجزائري الأمريكي الأول حول الاقتصاد الأخضر المنظم من قبل مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي هو عرض للقدرات الجزائرية وبحث سبل وأثاق تعزيز التعاون في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر